حباس. عرف بلي بزاف منكم عندهم صفحات في الفيسبوك. وما عارفين شكيفاش غادي يفعلو الربح. يعني يدخلو الارباح ولا يدخلو صرف من صفحة دياليوم في الفيسبوك. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش غادي تعرفوا واش صفحة ديالكم مؤهالة لي تحقيق الربح. وفي نفس الوقت غادي نوريكم بالاصفين غادي تعرفوا بانك حققت الشروط ديال الفيسبوك. هذا شيء كامل غادي نشوفه في الفيديو هذا. قبل امام ده الصرح ديالي غادي نقول لكم سمحوا ليها بزاف. السلسلة ديال الفيسبوك عطلتها عليكم في غير ما عطلتها عليكم. ولكن صراحة انا يلحق اقترب صفحة ديالي ويعني واجهت بزاف ديال المشاكل. والحمد لله ديال المشاكل استفت منهم. يعني وكسبت واحد تجربة واحد لما غاديش يكون شي يوتيوبر لغادي يشرح لكم دكشي لغادي نشرح لكم انا في القناة تيلي او بلافص صحة ديال الفيسبوك يعني اي مشكل غادي يطلح فيه في الفيسبوك ان شاء الله انا غادي نعطيكم الحل ديالي وغادي نتبع معكم في واحد السيسي اللي غادي تكون زوينة ديكش تعتلت عليكم. لان اوقت كانت سنيفة ديال الربح. الصفحة ديالي وكما يقول لكم واجهة بسافة ديال المشاكل. ضمنك اي حاجة غادي تحتاجها الصفحة ديال الفيسبوك او لاي مشكل وجهتي ان شاء الله غادي تلقي الحل دياله في قناة محمد اي تبراهيم او لا صفحة ديال محمد اي تبراهيم. فلهدي اي لكت اول مرة تفرج فيها ديال اشتراك في القناة تفعل لك الجرس بس وقت ملح الفيديو يوصلك لش كوندفكاسيون لمحتوى ديالي محتوى تقنية طرق الريبح من الانترني طرق الريبح من الفيسبوك وطرق الريبح من اليوتيوب هاتي الشي كامل تنبارتجي معكم في القناة ديالي بواحد الشاح اللي كي يكون مبسط هو بالدرجة المغربية واخد كل مقاريش غادي تفهم. والحمد لله بزاف ديال السلسلة تبدينا فيهم سلسلة ديال المودة وانا سلسلة ديال التداول سلسلة ديال الريبح من الانترني سلسلة ديال اليوتيوب وكذلك سلسلة ديال الفيسبوك ولكن ما كملتاش معكم اكتلكم شنا هو السبب اللي خلاني انني ما كملتش معكم السلسلة ديال الفيسبوك ودعب حاليا كان وعدكم اللي غادي نستمر معكم وغادي يكون هذا فيديو تالت واقع لأ ما اظن او الرابع من سلسلة الربح عن طريق الفيسبوك. اوكي. بالنسبة لاخوان ديها نجمة سترعة. ما نسيتكمش. غادي مدان تبارتاجي لكم الان في الفيسبوك. ديك شاعتي لكتي اول مرة كاتشاهدني. ادير اعجاب للصفحة. اشترك في صفحة ديها محمد ايت براهيم. وتسنى اي حاجة عندها علاقة بالربح من الفيسبوك او لا بالربح. من الانطين لك الصفحة اما. غادي نبارتاجي معكم الصفحة ديالي. وما تنساوش تديروا لايك. للايك ديالكم وليك يسجعوني وحاولوا انكم تديروا باش يعني يطلع المنشور بزاف ديالناس بس يستفدل بزاف ديالناس. وطاقي العشران ديالك طاقي الاصدقاء ديالك طاقي اي واحد. يعني عفوا عند الصفحة فيسبوك وبغي يحقق من هالربح. ان شاء الله في هذه الصفحة ديال محمد ايت براهيم غادي تلقاو لك شي ما غادي تلقاو في شي قاناد اخرى. ان شاء الله راح مرحيم وهذا وعد مني. لما نكتر لكم في هذه المقدمة هادي. وما تنسوش البارتاج. البارتاج هو باش كتشجعوني هو باش كتشكروني هو البارتاج. دونك تغطي على البارتاج ما تقولش لا غايب بارتاجي هادا ولا غادي تبارتاجي هادا ولا الفلا نادي قسطة للاخر دي فيديو عاد بارتاجي بارتاجي دابا. وبدأ معنا الشرح ان شاء الله. بالنسبة للرابط ديال الشاحة اللي غادي تلقاو في التسكيب شين لك تكتفرش في القناة لك تكتفرش في فيسبوك اللي غادي تلقى الفوق هنا. اوكي. دونك تغطي على الرابط غادي تلقى المقال غادي تقرأ داك شي غادي تلقى الرابط ديال يعني ديال الشاحة اللي غادي ديوله اليوم. اول حاجة بعد ما كتغطي على الرابط اللي كنحط لكم في التدوينة كيطلع لك يعني الى تشكلة هادا مزيان. اول حاجة غادي نقول لكم وانك تفتح صفحة ديالك في فيسبوك يعني تكون فاتحة دي جانت فاد من المتصفح يعني في المتصفح ديك ساكون فاتحة صفحة ديال فيسبوك باش اطلع لك تصوير لها ديال فيسبوك ديالك هنا الفوق. اذا ما طلعتش ديك الصوير ديال فيسبوك هنا نضع ان يحاول انك بسجل يعني نسجل الحساب ديالك في الفيسبوك والا والا هو في المتصفح كما كتلاحظوا معي هو هذا الفيسبوك ديال الصفحة ديالك في فيسبوك وديك ساعد تلقي اعلار بيط اطلع لك الوجه على شكل هذا ودي رجرب الان. كنحاول دي طاية معكم بالنسبة الاخوان لمقارنش يعني كنحاول نعطيكم الخاطر. كي اللي عارفينو كي اللي غادي يجي اتشرح مميل. ولكن كيني الناس لمقارنش كنحاول انه يعني اننا نعطي ردوك الناس لمقارنش يعني كيكون عندهم نفهم شي بيت قيل. اه ضون كيطلعوا لك الصفحات ديالك احنا. مزيان كيطلعوا لك الصفحات اللي عندك. انا عندي هنا شي ثلاثة ديال الصفحات. انا يعني انا غادي نختار معكم هات الصفحات دي. يعني ايا فاش غادي نديرو الصحة حولها هي اللي غادي نوريكم. يعني اش اه فاعلنا فيها حول الله. مون كيطلعوا لنا الصفحات هنا مزيان. هاد الالامات الزرقين هنا توم ممكن ما كتلاحظوا معي كان هاد الالامات الزرقين دونك الصفحة ما فيهاش انتهاكات حقوق الطب والناشر او محتوى غير اصلي الى حد كبير. احنا فاش كيطلع لك هاد الايباتة دو بالصفر. هاد عندك محتوى غير اصلي الى حد كبير. اذا اكبر مشكل كيواجهها العرب. روخك ادي الفيديوهات ديالك بالصوت ديالك و بالصورة ديالك وما كتزومت مشي بلاصة. كيعتوك محتوى غير اصلي الى حد كبير. هاد المشكل كي يعني منه بزاف ديال الناس. وانا هنا غادي نعطيكم ان شاء الله الحل ديال هاد المشكلة. هادي لا تبعتهم اي سي سي لا. اي واحد كيواجه المشكلة ديال المحتوى غير اصلي الى حد كبير. وكيطلع الحل ان شاء الله رحمة الرحيم. وما غاديش تلقاو عن شي بوحد اخر. غي تبقى معي السي سيل ان شاء الله غادي نبرعكم. فاش كتلقى دي كل العيبة صفر عنا نضمن كل المحتوى غير اصلي لحاتين كابية. هنا دبا غادي نجيو يعني هنا صفيش رحنا واش لقنات يا لك ما فيها شي هاجر دنك فاش كتكون يعني هذه العيبة تدوب الزرق. اذا لقنات الافوان الصفحة ديالك ما فيها والو. دبا اجيو معي باش نعرفوش حقيقنا الشروط. كان جيو لات ادوات اخرى لتحقيق الربح. كان كليك اولاد السامة ديالة التحتاني. هنا عادي تاني فاضل الله صديق يعطيك واحد يعني واحد الرسالة. وكي يعطيك انتهاك حقوق طبع والناشر بالحمر. اوكي يعني واحد بالحمر وبصفر فاش كتكليك الى. يعني نفس الشي كيكون عندك محتوى غير اصلي الهاتين كابية. هنا دبا باش كتعرف بانك حققتي الشروط في صحيح ديالك الفيسبوك كتدير هات عرض لمعاير. كتكليك الى هات السامة التحتاني مزيان. زيادة العدد جمهورك يعني سيكون عندك عشر الاف متابع. هنا ما زال ما عندي متابع. لانك ما زال يعني ما زال ما حققت الشروط. اوكي يعني الشرط اللي هو عشر الاف مشترك. زيان. هنا دقائق المشاهدة المؤهلة اللي هي في اخر ستون يوما يجب عليك الوصول الى ستين الف دقيقة مشاهدة. في مقاطع الفيديو ديالك. اوكي. هاتش يخصك توصله في ستين يوم. يعني لا جاب الله فات ستين يوم. وما حققتهاش. كي نقصو لك ذاك شي كام ليش مدي في الشر الول وكيعود يعطيك شر اخر جديد. يعني نفس الشيء السياسة دياللي يوتيوب يعني كي حدو لك الشر الول. كيعود يعطيك شر اخر باش تفيده في ازل وتعود جمع. مزيان? هنا في هات بلصة دي كتكون عندك مية في المية من بعد ما كتوصل لعشر الاف مشترك. هنا فاش كتوصل لستين الف دقيقة مشاهدة كيعطيوك هنا مية في المية وكتكون بالخطر. مزيان. هنا مقاطع الفيديو الناشطة. انا غد نشرح لكم هذا مقاطع الفيديو حتى الناس لي ما عارفين اش. يجب ان يتيم ما لا يقلو عن خمسة مقاطع الفيديو سبق بتها مباشرة او مقاطع الفيديو حسب الطلب على صفحاتك بحيث تكونوا ناشطة وتم انشائها بواسطة. يعني الفيديوهات يكونوا ديالك او لا يكونوا ديالك يكونوا خمسة على الاقل. خمسة دياللي لايف او لا خمسة ديال الفيديوهات. يعني يكونوا عندك في الصفحات ديالك باش تطلع لك هاد الاعباء دي بالخطر. يعني انت هاد واحد الشرط اساسي اللي ضروري خصوصك يعني يتوفر في الصفحات ديالك باش انك تحقق في هالربح. برافو. لابفاش غدينها بتولي تحت هنا الاعنانة المرمانة في المحتوى للبات المباشر فاش كان كليك على عرض للمعايير. لابا غدين دقائق مشاهدة البات المباشر المؤهلة. سمعني الله يعطيك الخير. هنا ارى ماشي شرط. هناش كيعطيك يعطيك في حالة ما وصلتك. يعني ستين الف دقيقة مشاهدة وستمية الف عفوان دقيقة مشاهدة. في مقاطع الفيديو بات مباشر. يمكنك انك تخلص من اللي لايف ديالك. يعني يمكنك انك تدير اعلانة وتتخلص من اللي لايف اللي كتدير في صفحة ديالك. صفي مزيلا. يعني بعد ما تفعلها دوك عمني بالخضر تقدر تبقى بالحمر ودفع القناة ديال. العفوان صفحة ديالك ولفت القناة. صفحة ديالك وغادي تحقق فيها الربح. تفاهمناه. وبالنسبة للتفاعلات نفس الشيء اخر ستين يوم كنت بحاجة الى خمسطاش الف تفاعل على مشورة ديال. يعني يكون التفاعل ضرور يكون التفاعل. وبالنسبة لاخوة اللي كيشلوا مشاهدة او لا اه الاشتراكات. ضرور يخصكم تشلوا تتفاعلات. زي يعني نلقيتوش واحد يعني شفوا طرق كان مواقع كياخرمو ده يعني طرق ديال التفاعلات وكده وادا. ضرور كفاش كتحقق هاد الشروط كاملة ديك الساعة كتجي لاد البلاصة هادي الفوق كتدير اعداد. من بعد ما كتدير اعداد كتعمر بعض لزان الفورماسيون ديالك او للمعلومات ديالك كتعمرهم. وديك الساعة كتدير الحساب البنكي كتدير كونش هاد شي ما غديش نشرحوه في الفيديو ديال يوم باش ما يكونش طويل ومو ميل. فهد الفيديو قدرنا خصيصا الناس اللي باغين يعرفوه واش صفحة ديالهم مؤهلة لتحقيق الريب. وكده لك كيفاش كتعرف الشروط او لواش حققتي الشروط صفحة ديالك في الفيسبوك. نكتفي وبعد الشرح هادا. بنسبة الاخوان اللي باغين اللي باغين لي فعل لهم الصفحة ديالهم كاينسية اللي كيخدمتش بالموقابل اللي باغيتون نتبارتاجين معكم رغادي نتبارتاجين معكم رغادي نحط لكم ناسطاقرام ديالي الفوق هنا. باغيتون تواصلوا مع تلقاهوه في القناة ديالي في الدسكريبسيون. هاتش في حالة ما كتاكت تفرس في الفيسبوك. تاكت تفرس في اليوتيوب رغادي يتلقاه يعني في الدسكريبسيون في القناة ديالي. تخلص في الحساب البانكي ديالي يعني من بعد ما قد دينا معه التامن كتاكتش تخلص في الحساب البانكي ديالي انا يعني وانا ضامن لك في حالة موقع ديالك شعجو لك ده يعني انا ضامن لك صفحة ديالك وضامن لك في ديالك. قد تواصل مع هذا الاخر دي يعني واحد الشخص اللي غادي اللي غادي يبقى معي تيفاعل لك صحيح ديالك في الفيسبوك وغادي ختمعات تيمكن لكم في واحد الفيديو ما كان بغيش نبارتاج معكم واحد حاجة اللي انا ما تأكدش منه. قدونك هاد الحاجة يتأكدت منا. ولا بغيتي يعني انتاني يشان ديكنا مرحلة ديال انك يعني تفاعل الصحاف في فيسبوك وقد تتخلص من الفيديوهات ديالك. غادي اديرات البلان هذا. بالنسبة للاخوة انا شوف سمعني الله يرحم بها الودي ديالك. مش يكا نقول لك يعني ضروري غادي تشري يعني تفاعل تخلص الفيديو باش تفاعل صفحة ديالك. كده كنين افكار بزاف اللي من بقى ان شاء الله غادي نبارتاجها معاكم. افكار زوينة اللي غادي تخليك انك تطلع صفحة ديالك. سواء من المحتوى اللي غادي تدير يعني كل شيء غادي نبارتاجها معاكم كيف ما كان ندير معكم في اليوتيوب. والحمد لله بزاف ديال الناس يعني يوصلو يعني من بعد ما كيتبعو السراحات ديالي والنصائح ديالي والطرق لكان يعني اللي كان نعتهم باش انهم يستعملوا يوصلوا سواء الاف مست overweight ولا ربع لاف ساعة الحمد لله بزاف ديال الناس طلعوا القناة والدالهم دابا حمد لله لك يدخلوا الصرف من القناة والدالهم. نفس الشيء غادي ندير معكم في الفيس بوك ان شاء الله غير تبعني ودير اشترك في القناة او بارتاجي الفيسبوك بحاجة بعد ولا مخلطين عليه العرارة لان الفيديو دي اليوتيوب كانوا يديروا في الفيسبوك والطريقة هذي ان شاء الله غدي نشرح ديكم كيفاش كان ديليه وكيفاش كان ديلي الفيديو يعني كان اللي حفظ في القناة التالي في في اليوتيوب وكان عود اللي حفظ في القناة خلالة تانية عد شي كامنا نتطرق رجي معكم الله مضوع عليكم طالب الكلام بكم رحمة التبايم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.